ده كان تقرير عن علي معلول الحقيقة برضو قبل ما أكمل كلامي عن علي معلول لأنه كلام علي يستحق الحلقة كلها لا مش حلقة دي حلقات كثيرة جدا لأنه زي ما قلت لحضراتكم كل جمهور النادي الأهلي بيحب والنهاردة هل من حق النادي الأهلي أنه هو يتفاوض مع أي لاعب يحق له التفاوض أو في الفترة ليحق له التفاوض فيه معاه أي لاعب أي واي لاعب أي لاعب أنا من حقي كنادي أن أنا أشوف المراكز اللي نقص عندي أو المراكز اللي أنا محتاج فيها لعيبة وأشوف أفضل اللاعبين سواء مصر أو بره مصر علشان أتعاقد معاهم طيب إمتى أتعاقد معاهم بتعاقد معاهم في الأوقات القانونية نادي الأهلي كده طول عمره بيتعاقد مع اللاعب في الأوقات القانونية التي يحق له فيها التفاوض مع اللاعب يعني لاعب ينتهي عقده هذا الموسم ابتداء من امبارح أو من أول امبارح النادي الأهلي يحق له التعاقد معاهم مثلا يعني أنا بقول مثل أي مثل أي حد فالنادي الأهلي ممكن جدا جدا يتعاقد مع لاعب سواء جوه مصر أو من بره مصر فإيه اللي هيحصل لسه بقى نادي الأهلي بيشوف هل محتاج مثلا مركز معين من مراكز الملعب بيروح يقعد معاهم زي ما حضراتكم عارفين بقى الدورة اللي بتمشي دائما يروح يقعد معاهم انت محتاج مئة طب إحنا عندنا واحد اتنين تلاتة هيقولون طيب أنا محتاج واحد فطلع واحد ده بيلعب في نادي في تركيا مثلا مثلا ما احنا جيبنا بالدولة الانجليزية فممكن نجيب من اي حد فبيلعب في تركيا فهنجيبه هنحاول بقى نتفاوض معاه ابتداء من امتى لو عقده يخلص اخر السنة دي ابتداء من انبالح طيب اللعيب ده جوه مصر وينتهي عقده نهاية هذا الموسم يبقى من حق النادي الأهلي ان هو يتفاوض مع ابتداء من انبالح اي حد ايو اي حد النادي الأهلي دائما عندما يتعامل يتعامل بالقانون وبالطرق الشرعية والطرق الشرعية تقتدي ان اللاعب قبل ما ينتهي تعاقده بست شهور يمكن التفاوض معاه فاخد بقى الكلام على اي لاعب خلال الفترة اللي جاية فيما يخص هذا الامر الطرق الشرعية تبدأ او حضرتك عايز تفكر في النادي الأهلي دائما تشوف النادي الأهلي وهو بيرسل مبادئ والأخلاق وكل شيء الحقيقة من خلال التفاوض مع اللاعبين في الأوقات اللي يمكن التفاوض معهم من الناحية القانونية والشرعية ترجمة نانسي قنقر